من ضمن الأشياء اللي أنا سمعتها أنه أنت الآن تم مساومتك على أملاك إلك في بغداد هل فعلا تمت هذا وإذا ما تدفع بعد ممنوع تدخل إلى العراق شنو هاي القصة ومنه بطل هاي القصة اللي هددك بيها أنا عندي عمارة بالمنصور طبعا من ست سنين نصرت يحوم على يقول لي أريد نصها أنا سويتك هاي نصها حقي قلت لزيان أنت سويتني أنا ردت لك الجميل عشر سنين هذا تعبي اللي اشتغلته وسهر الليل والسفر بالأسبوع سافر خمس مرات أجي أنطيك نصها يصير أي ما يصير أنا اليوم اليوم أنا حشيت بأكثر من اللقاء بس اللقاءات مع احترامات لبعض القنوات يخافون أنا يقول لك يخابر على القناة يقول لك أجل للقاء أخير للقاء أنا بالنسبة لي أطالب رئيس القضاء والدولة العراقية كلها بدون استثناء يخلون قاضي واحد للفنانين لأن الفنان والرياضي أساس الدولة أي نعم يخلوننا قاضي واحد للفنانين لازم نكون قاضي واحد للفنانين وينزل قرار ماكو شيء اسمه احتكال عشر ستين ماكو شيء اسمه عقد كلما يعني يعني كلهم يعني الموضوع أولا العراق عراقك وأنت عراقي ولن نسمح لأحد أن يختزل العراق لأن يعرف فلان وفلان ونحن الآن نتحدث أمام الدولة وأنا أوجه هذه الرسالة إلى الأخوة في مكتب سماحة السيد مقتدى الصدر وأنا أيضا أوجه هذه الدعوة للسيد قاسم العرجي وللجهات الأمنية أن هذا الآن كلام يحتمل الصح ويحتمل الخطأ لكنه الرجل الآن يتحدث وبإصرار وبألم إذن التقوا به لنضع حدا لهذا ولذاك